نذاعا قال تلميذة من ولاية الصيف من بين عشرات المتسابقين استحقت بكل جدارة واستحقاق الظفر بالمركز الأول لتكون سفيرة الجزائري في المسابقة النهائية لمشروع التحدي القراءة العربي في نسخته الثالثة بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة داندة هي فتاة عادية جدا طموها حد الجنون أحب الكتب كحبي للصلاة وحبي للأكل والشرب بمعنى الغراءة ليست هواية بالنسبة لي بل هي شغف بمعنى إن كنت تريد أن تعيش لذاتك أن تعيش بذاتك ولذاتك عليك أن تقرأ أنا صعيجة جدا وفرحي لا يوصف ولكن بالداد الأول أنا فخورة وأتمنى أن أمثل بلادي خير تمثيل في الإمارات العربية المتحدة المستوى الثقافي والعلم العالي الذي يتمتع به المتسابقون أبهر الحاضرين مما يدل على صعوبة الأمر بالنسبة للقائمين في اختيار شخصية واحدة لتمثل الجزائر على المستوى العربي لقد تحصلت على المركز الخامس بالجد والعزيمة الجبارة فطموح الإنسان كالسفينة فإن لم يكن لك طموح سارق السفينة بين الأمواج جال المطالعة ممارسة يومية مشروع طموح يسعى القائمون عليها أن يحقق نتائج جد متقدمة في مختلف الدول العربية كي يحقق المشروع رؤيته ورسالته بأن يصل في خطته الخمسية إلى خمسين في المئة من طلبة المدارس في المطلع العربي مشروع القراءة العربي من أهم المشاريع الرائثة التي تعنى بمستقبل الطفل العربي في انتظار أن تتجسد مثل هذه المشاريع في مختلف القطاعات التي من شأنها تعطي دفعة حقيقية في التكامل والتطور بين الدول العربية شكرا شكرا